المورد السادس المختصر في أخبار البشر لا ننسى الكلام لا زاله في النقطة الثانية الخاصة بابن العلقمي المورد السادس المختصر في أخبار البشر ثم دخل السنة 4640 هجرية ذكر وفاة المستنصر بالله العباسي في هذه السنة توفي المستنصر بالله بعدها يقول المستعصم بالله لما مات المستنصر اتفقت آراء أرباب الدولة اتفقت آراء أرباب الدولة مثل الدوادار والشرابي على تقليد الخلافة ولده عبد الله ولقبوه المستعصم بالله لا يوجد ابن العلقمي هنا إذن في تنصيب المستعصم من كان موجودا الدوادار والشرابي هم الذين قلدوا المستعصم أقول التفت جيدا لا يوجد تنصيب مسبق للمستنصر ولو كان لما صارت الحاجة إلى اتفاق الدوادار والشرابي وأمثالهما على تنصيبه بل إن ذلك يستبطن وجود تنصيب لغيره فعدلوا منه إلى المستعصم وسيأتي كلام يشير إلى هذا المعنى والتفت أيضا إلى أنه لا يوجد ابن العلقمي بينهم ولعنة الله على الكاذبين الظالمين يكمل أبو الفداء يقول وكان عبد الله المستعصم ضعيف الرأي فاستبد كبراء دولته بالأمر وحسنوا له قطع الأجناد وجمع المال ومدارات التتر ففعل ذلك وقطع أكثر العساكر هذا ابن الفداء يقول لابن تيمية يا كاذب يا زنديق يا منافق يا مفتري يا أفاك يقول الكبراء الذين استبدوا الذين نصبوا المستعصم هم الذين حسنوا له قطع الأجناد وجمع المال ومدارات التتار ففعل ذلك وقطع أكثر العساكر يا ابن تيمية يقول لك أبو الفداء لماذا تكذب لماذا تفتري لماذا تأفك على ابن العلقمي تنبيه قال كبراء دولته أي أرباب الدولة الذين نصبوه الدويدار والشرابي فكل الأمور بأيديهم والقوة والسيطرة والسطوة لهم لا ينافسهم أحد فأين ابن العلقمي مع هؤلاء أو في مقابل هؤلاء ثم دخلت سنة الثلاثة وأربعين وستمائة وفي هذه السنة قصدت التتر بغداد وخرجت عساكر بغداد للقائهم ولم يكن للتتر بهم طاقة فولى التتر منهزمين على أعقابهم تحت الليل أقول يا ابن تيمية ويا أتباع ابن تيمية هل يجهل الخليفة المستحصن بخطر المغول وها هم يقصدون بغداد لاحتلالها وإزالة الخلافة منها قبل ثلاث عشرة سنة من سقوط بغداد وفي وقت خلافته فكيف يجهل هذا وأين ابن العلقمي من هذا الهجوم المغول على الخلافة في بغداد الذي وقع قبل سنين من وقوع المجزرة التي وقعت على الشيعة في الكرخ في بغداد والتي تدعون أن ابن العلقمي بسببها تآمر مع المغول وقادتهم وخان الخليفة والإسلام